مين في مصر كده مش عايز يركب عربية؟ سواء طبعا كلنا أكيد وبنبقى محتاجين نخرج أو نوصل ولادنا نروح للمدرسة تمارين أو يبقى معاك عربية عشان تحتاجها في أي شيء عايز تبعد شوية عن المواصلات لكن الحقيقة كانت الفترة اللي فاتت الأسعار مخوفة الناس ومخليها الناس الحقيقة منعهم بشكل حقيقي يعني ومخليها الموضوع ده بعيد حتى عن التفكير حتى الناس قالت مش هنفكر في المستعمل لأنه كمان المستعمل غالي لكن اللي حصل مؤخرا أن السوق تحرك وحصل تحرك كبير كمان في الأسعار ونتيجة للتراجع الكبير على الطلب لأنه الناس بطلت تشتري عربيات جديدة بطلت تفكر خالص في أن هي لا يغير عربيته ولا يشتري جديد فبقى فيه فرصة كبيرة حقيقية لراغبي شراء السيارات المستعملة يعني اللي عايز يشتري عربية مستعملة بجودة عالية بقى ممكن دلوقتي الأسعار اتغيرت طب إيه اللي حصل أسعار دلوقتي إيه نشتري طيب ولا نستنى وإيه اللي حصل قلنا نفكر في التساعة أن احنا نقدم لكم هذه النصيحة مستشار أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات بالخورفة التجارية مساء الخير يا فندم مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى ممورك الكريم حسأل يعني حبدأ بأول سؤال نشتري ولا لأ اللي عايز يشتري اشتري اشتري مبارح اللي عايز يشتري اشتري مبارح دي كلمة بقولها من 2019 بس 2019 احنا يعني حتى السنة الفاتك كنا قلقانين يعني اللي عايز يشتري اشتري مبارح أنا حبدأ بالجملة دي اللي مشتراش في 19 ندم اللي مشتراش في 20 ندم و21 ندم و22 ندم و23 ندم طيب خليني أنا في 24 دلوقتي فاللي عايز يشتري يشتري مبارح بدون تفكير إيه اللي حصل إنه الأسعار هديت شوية هي استقرت بعض الشيء والكلام ده أنا قلته من شهرين قلت إنه النهارده في بداية 24 الأسعار هتحصل هدوء بعض الشيء ليه حصل هدوء مصر دخلت بريكس بريكس يعني مجموعة من الدول عندها متشكلة في عيمانة الدولار على العملة عالمية مصر انضمت أخيرا للبريكس أنت مثلا بتستوردي النصين لوحدها ب14.4 من 10 مليار دولار نصين لوحدها كل ده بتروح تشتري دولار والمستوردين بيشتروا دولار بالعملة الصعبة وبعد كده يحولوه برا وبعد كده يجيب سلعة لأنا النهارده بشتري من نصين باليوان بشتري من برازيل بعملتها بشتري من روسيا الأمحة بعملتها بشتري السكر بعملتها فإحنا كل ما نخفض الضغط على الدولار كل ما كانت الدنيا فيها استقرار وده اللي حصل في الوقت الحالي فدلوقتي أنت ما فيش مشكلة أن الناس تبدأ تفكر تاني ترجع في سوق العربيات المستعملة أنها تقدر تتبادل السيارات واللي عنده فرصة وباله لغاية ما يبقى عنده فرصة حقية نشتري عربية زيارة فهو في الوقت يقدر يشتري عربية مستعملة الحقيقة ده كان أهم خبر بالنسبة لنا ونتمنى فعلا أن الناس يكون دي بالنسبة لها ما يبقاش فيه ألا بشكرك جدا سيادة المستشار وسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية